إلى ولاية أدرار حيث أشرف الحاكم المساعد لمقاطعة أو جفت صباح اليوم على انطلاق دورة لتعليم اللغة الفرنسية منظمة من طرف جمعية الطلاب الفرنكفونيين الموريتانيين ويستفد من هذه الدورة التعليمية 140 تلميذا من تلاميذة المستويين الإعدادي والثانوي الدورة التعليمية المنظمة من طرف جمعية الطلاب الفرنكفونيين الموريتانيين لصالح تلاميذة المستويين الإعدادي والثانوي بمدينة أو جفت تهدف إلى تنمية المعارف اللغوية لدى التلميذ خاصة اللغة الفرنسية وذلك من خلال تنظيم دروس يومية مجانية على مدى شهر كامل تهدف هذه الدورة لتعزيز مكتسبات التلاميذ وتقوية مستوياتهم في اللغة الفرنسية ولا يسعني أخيرا إلى أن أشكركم على هذه المبادرة القيمة التي احتسبها مهمة جدا لتهدف إلى تقوية التعليم كما أسلفت والعناية الفائقة التي توليها القيادة الوطنية على رأسها فخانة رئيس الجمهورية لربح من مستوى التعليم عمدة بلدية أوجفت زمن مثل هذه المبادرات لما تلبيه من حاجة تربوية لتلامذة المدن الداخلية داعيا أولياء الأمور إلى مواكبة أبنائهم لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الدورة أشكركم مع شراء الأساتذة لا تجشمكم عناء السفر في الصيف من أجل تعليم أبنائي أوجفت والحقيقة أن هذا لا يكمل نقص كان موجود عندنا لأن الأساتذة كيف تعرفوه فيهم ندرة لو لم تتسمنها أوجفت وخاص فقط من الأساتذة المدنة من الأساتذة الفرنسية رئيس جمعية الطلاب الفرانكفونيين الموريتانيين أكد أن هذه الدورة ستعقبها سلسلة دورات أخرى لتمكين أكبر عدد من تلامذة الإعداديات والثانويات من تحسين مستوياتهم في عدة لغات أجنبية هذا تكون في إطار التعاون مع وزارة الثقافة والسفارة الفرنسية والتحالف الفرنسي على المستوى أطار ويضم بالتعاون مع البلدية البلدية الغركاتية هو الشريك مهم بالنسبة للجمعية إن شاء الله هذه لا أحدنها بداية إن شاء الله في المستقبل تكوينات كما قال لكم السيد العمدة لأنتم مخارصة لوقت المناسب تلامية كاملين مناسبة للجمعية قلتم تعطيكم مش من وقته يستفادوا وهذا الطلاب وهذا مو خاص باللقاء واحدة كما قال لكم سيد العمدة العالم اليوم مفتح لابد من الرجاج عد يعرف لوقتين أو ثلاثة لا كون معنى الرجاج معنى أنه عاد يعرفش بلقي يجعد مفتح للعالم كامل ويجعلها السافر في بلاصم العالم ما يجبر مشكلة ويتواصل مع الناس ويحل المشاكل مداخلات الحضور دعت في مجملها إلى ضرورة تعلم اللغات الأجنبية لما لها من إسهام في تعزيز وتنمية القدرات المعرفية والعقلية ولما تتيحه من إمكانية الإطلاع على ثقافة الآخر عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة أوجفت